المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يضاهيه أحد في حلمه وعفوه صلى الله عليه وسلم فبينما النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وهو يستريح تحت شجرة إذ جاء رجل يسمى بغورث فأخذ السيف وسلطه على رقبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فاستيقظ النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والسيف مسلط عليه فقال غورث من يمنعك مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله فسقط السيف من يده فأخذ النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم السيف وقال وأنت من يمنعك مني فقال يا محمد كن خير آخذ فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبينما النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في مجلس من المجالس وحوله الصحابة رضوان الله عليهم إذ جاء إليه رجل يسمى بزيد ابن سعنة وكان هذا الرجل قرأ عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فوجد كل وصف موجود في الحبيب صلى الله عليه وسلم سوى وصف واحد أنه لا يزيد بكثرة الغضب إلا عفوا فأخذ شيئا من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على سبيل قرض ثم مرت الأيام فجاء إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وطلب منه الوفاء فنظر إليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعرف أن الرجل جاء قبل الموعد ثم قال يا آل عبد المطلب إنكم لقوم مطل أي تماطلون فغضب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم أن يضرب عنق الرجل فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يا عمر كنا إلى غير هذا أحوج إنما مرني بحسن العطاء ومره بحسن الطلب يا عمر إنما جاء هذا قبل موعده فوف إليه ما طلب وزده لما روعته أي لما أخفته فأخذ الرجل الشيء ثم انصرف ثم عاد إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إنما وجد الوصف الذي يبحث عنه وأنه صلى الله عليه وسلم لا يزيد بكثرة الغضب إلا عفو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة المكرمة ونظر إلى أهل مكة بينهم هؤلاء الذين أخرجوه من بلده وهؤلاء الذين قتلوا أصحابه وهؤلاء الذين فعلوا كذا وكذا وكذا فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقول لكم قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه النماذج العالية يبين أنه لا يقابل الغضب أو الأشياء المحركات التي تخرج عن الإطار الطبيعي إلا بعفو ورحمة ومودة فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فجب ذه وأخذ بمجامع ثيابه وقال يا محمد احمل لي على بعيري هذين أي على هذين الجملين فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك فقال النبي صلى الله عليه وسلم المال مال الله وأنا عبده ويقاد منك يا أعرابي أي لما أحدثته في رقبتي فقال الأعرابي لا لن يقاد مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولما قال لأنك لا تجازي بالسيئة السيئة وإنما تجازي بالسيئة الحسنة فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم أي رضا بما يقول ولعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم عفو وحليم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نموذجا في حلمه وعفوه من أجل أن تكون الأمة المحمدية مثالا أيضا في هذا الحلم وهذا العفو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين